مباراة الصراع على النقاط بين السادس والسابع والصراع بين المهاجم سليماني والحارس عسلة الأول للإطاحة بالشبيبة بعد ست مباراية دون خسارة والثاني لمواصلة المشوار على نفس المنوال وحاول سليماني في الدقيقة السابعة عشر لكن عسلة كان بالمرصاد للمحاولة لكن الكرة الثابتة من بنع الجية أسقطت عسلة في الدقيقة التاسعة والعشرين وأعلنت عن هدف رائع لشباب بلوزدان الذي تقدم في النتيجة وفجر مهدي بنع الجية فرحة كبيرة فوق المدرجات بعد ذلك تنائية جميلة بين بنع الجية وسليماني الذي انفرض بالحارس عسلة الذي أنقذ الموقف وأخرج الكرة إلى الركرية في الدقيقة الثانية والثلاثين رد الشبيبة جاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذ مخالفة وبلمسة واحدة مقداد يسجل ويعدل النتيجة للفريق الضيف بطريقة خادعة الجميع فأعاد المباراة إلى التعادل الإيجابي وعلى ذلك انتهى الشوط الأول بين الفريقين في الشوط الثاني أطلق ربيح صاروخية من مسافة بعيدة أبدع الحارس عسلة في تحويل الكرة إلى ركرية في الدقيقة الخمسين من زمن اللقاء الروكنية كادت أن تغالت الجميع ورأسية بوغجان مرت فوق المرمع وفي الدقيقة التاسعة والستين حاول أربيح بهذه الكرة التي وجدت يد بالعمري فأعلن الحكم حواسنية عن ضربة جزاء لشباب الوزداد تولى المهاجم السليماني التنفيذ فضيع أمام برعة الحارس عسلة الذي تفوق في الصراع وجه لوجه مع سليماني وكادم سعدياني وخادع شباب الوزداد بهذه الكرة الأخيرة في الدقيقة الخامسة والسبعين فأنقذت العارض الحارس شويح لينتهي اللقاء بالتعادل واحد مقابل واحد وسبع مباريات دون خسارة لشبيبة القبائم عرفنا كما قولوا نجيري والماش كما حبينا ونا كما قلنا كما قلنا نجيري والماش كما حبينا عودنا ولينا في ننتجة نظرنا بللي عرفنا كيف نجيري ودوزان ميتون الحمد لله نظرنا بللي الجوار كامل الخضاء اللي يكونسينت على نطرينال وحمد لله وشكرا لك